طيب نروح بقى مع حضراتكم لكأس العالم للخماسي الحديث مصر حتستضيف أولى سلسلة بطولات كأس العالم في الموسم الحالي تقام البطولة في الفترة من 7 إلى 12 مارس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة 156 لعب 80 لعب و76 لعبة هيشاركوا في هذه البطولة قادمين من 35 تولة وبيشارك منتخب مصر في هذه البطولة ب24 لعب ولعبة أكيد بنتمنى لهم كلهم التوفيق إن شاء الله بص علي عاجبني قوي الفترة الأخيرة أن احنا بجد كل حلقة تقريبا بنتكلم عن استضافة مصر لبطولة ما برضو عندنا الخبر اللي جاي بطولة أخرى وبطولات برضو أو من سلسلة البطولات اللي بتستضيفها مصر في الفترة اللي جاية عندك الاتحاد المصري تحديدا للرماية اللي بيستعد عشان يستضيف 3 بطولات هي أولا كاس رئيس الاتحاد والجائزة الكبرى وبطولة أفريقيا التاسع لي الأطباق المروحية اللي هي بتتكلم من خلال فترة تحديدا 2 إلى 5 مارس فترة أب تكون قليلة لكن أنت عندك بقى مشاركة هنا تحديدا 250 رمي من هذه البطولات وعندك يعني 8 دول كبرى بتشارك والاتحاد الدولي برضو للرماية خلينا نتكلم وندي حقه هو برضو يعني بيثق في قدرة مصر على استضافة هنا البطولات الدولية ودي حاجة بتسعيدنا جدا بعد كمان نجاحها في استضافة منافسات البطولة العربية اللي غطناها برضو للرماية من أسبوع وبعد كده بطولة كاس العالم نتكلم مندقية ومسدس وبردو بنغطيها ولازم نشيد بصراحة بالاستعدادات الرائعة المجهزة كمان نادي السيد فرع أكتوبر لا هو برضو انتعرف أن نادي السيد عاماتا معروف بالرماية أو الشوتينج فبردو ده يعتبر إنجاز حلو جدا ونحن نتكلم على سعيد الأندية المصرية فنتمنى يكون تنظيم كالعادة نفخر به ويكون فيه تغطية إعلامية كبيرة برضو لأن احنا نرجع نقول تاني ملف السيحة الرياضية وقلنا أنا وإنت النقطة دي في مجلس النواب لما كنا موجودين قلنا إزاي أو شق من فكرة تطوير هذا الملف أنت برضو تستغل السيحة الرياضية لأن انت عندك بعجب فيها كبير جدا ونجاحات في السنوات بشو الفترة في السنوات الأخيرة كبير جدا فأنت بمكن تستغل الملف ده لو بس كان فيه تنظيم وكان فيه فكر مختلف شوية هتقدر أن انت تعمل ماركتينج للسياحة بشكل يعني خيقولها مرعب بحقيقي فده كلام حقيقي حلو جدا ومحترم والرماية برضو من الرياضات يا كريم مؤخرا أن لمصر بقت فيها عاملة شغل محترم يعني تحديدا كمان متكلم هنا أو بتقيص بحجم البطولات والميدليات ففعلا الرماية من هذه الرياضات أنا قلنا نقول عليها فيها باعة مختلفة يا رب دايما ويرب دايما نجحين في كل الرياضات ويرب يبقى فيه برضو دعم كافي لكل الرياضات متبقاش بس كالعادة كرة القدمية اللي واخدى نصيب الأسد من نسب المشاهدة وبالتالي من موجود المعلنين والرعاة يعني إلى آخر وعلى كل أحوال ده على صعيد البطولات المختلفة في الرياضات المختلفة اللي مصر بتنظمها تعالوا بقى نروح لدولة الإمارات العربية الشقيقة المراضي هي اللي بتنظم فعاليات البطولة اللي هعرف حضرتكم على جانب من تفاصيلها وجديد بذكر المتخب المصري بيشارك أنا بكلمكم على المنتخب المصري للموايطاي اللي بيشارك حاليا في البطولة العربية للموايطاي المقامة فعالياتها في أبو ظبي واللي بتقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى السادس من مارس الجاري بتضم بعثة منتخب مصر 11 لعب ولعبة وبيشارك في هذه البطولة العربية 20 دولة و 240 لعب ولعبة كلام محترم تعال بقى نتابع درجات الحرارة زي ما احنا متعودين كل يوم ونشوف القصة ايه في فكرتنا الارتفاع الملحوظ الى حد منها بس ده الصبح بالمناسبة يا كريم يعني انا حسيت بين كلام دكتور منار اول امبارح ان الجو حيبقى حرق على مدار اليوم كله بس امبارح بالليل الجو كان عبقاري بالليل بس يعني لما تقرق كنا لابسين تي بالنهار تيشرتات عادي ونص كم عادي خلانوح نتابع ونرجع نكام